موسيقى 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة المتصلة بالتأمل والتدبر في هدايات القرآن المتنزلة في كتاب ربنا سبحانه التي جعل لها هذا العنوان المبارك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كثيرا ما نسمع أن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الممدوح من الخالق قبل أن يمدحه المخلوقون وأن متحه في القرآن وهذا كله حق طبعا لكن كثيرا ما نقف عند المتح الظاهر فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الناس عندما يسمعون أن رسلم ممدوح في القرآن يذهبون مباشرة إلى المديح الواضح الظاهر الذي لا يخفى على أحد من الناس وإنك لعلى خلق عظيم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا كله من المتح الظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن لكن الحق أن القرآن كله مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك مدح قد يخفى على الناس الله عز وجل عندما يقول ألف لا مرأ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إخراج الناس كل الناس نحن نعلم أن الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم والمهمة العظيمة بقدر عظمة المهمة يكون صاحب المهمة فأن تصلح الفرد والفردين هذه عظمة وأن تصلح الجماعة من الناس هذه عظمة وأن تصلح أمة من الناس هذه عظمة أما أن تخرج الناس كل الناس إلى قيام الساعة من الظلمات إلى النور فهذه لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم ألف لا مرأ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس أنت ولم يقول لتخرج الناس بالقرآن مع أنه يخرج الناس بالقرآن لكنه ما تكرر مرة أخرى ألف لا مرأ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والله عز وجل عندما مدح قرآنه الكريم قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فجمع لهذا الكتاب زكاه في اللسان وفي القلب المتنزل عليه وفي الملك المرسل وأنه تنزيل رب العالمين فهذا الكتاب هو تنزيل من؟ تنزيل رب العالمين ومن الذي نزل به؟ نزل به الروح الأمين ليس أي أحد من الملائكة وإنما جبريل على قلبك على قلب من؟ على قلب أطهر وأشرف وأزكى قلب على قلب محمد صلى الله عليه وسلم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فاجتمع الشرف كل الشرف في هذا القرآن الكريم بهذا التتابع الذي ذكره الله عز وجل وذكى فيه كتابه الكريم وذكى فيه قرآنه ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نلحظ طلطف الله عز وجل به وحبه سبحانه وتعالى ونلحظ حبه سبحانه وتعالى لرسوله الكريم يعني عندما نقرأ قوله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ترضاها أنت الله عز وجل كان يعلم أن الله سلم يود ويحب أن لو توجه بالصلاة إلى البيت الحرام وكات القبلة في البداية إلى بيت المقدس فقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها حتى أن أحد المحبين كان في الروضة الشريفة يدعو الله عز وجل فجاءه أحد الناس وقال له يعني استقبل القبلة وأنت تدعو يعني استقبل القبلة وأنت تدعو فلما أكثر عليه استقبل القبلة استقبل القبلة قال له القبلة لأجله حولت القبلة لأجله حولت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قبلة ترضاها أنت يعني فطلطوا فالله عز وجل به عندما يعاتبه يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم لم يقل له سبحانه لما أذنت لهم عفى الله عنك وإنما قدم العفو أولا عفى الله عنك لما أذنت لهم في سورة عبس جعل الكلام كله لغائب ليس خطابا مباشرا عبس وتولى أن جاءه الأعمى لم يقل له سبحانه عبست أبدا عبس وتولى أن جاءه الأعمى في سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لم يقل له وما قلاك ما ودعك ربك وما قلى يعني هذه ليست مجرد فاصلة يعني هذه ليست مجرد فاصلة في استجعي وإنما فيها دلالة على أن يغلي الله عز وجل رسوله هذا أمر مستبعد كل البعد وغير متصور أصلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك في البداية كان خطاب بالكاف ما ودعك ربك وما قلى ما قال له سبحانه وما قلاك فكلام القرآن وخطابه للرسول الكريم الله عز وجل يقول للمؤمنين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا صحيح بعض المفسرين قالوا المقصود لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أن يحذروا دعوة الرسلم لأنها ليست كدعاء الناس يعني إذا دعا عليهم لكن المعنى الآخر حاضر وهو أن لا يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا لا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا الله عز وجل لم ينادي رسوله باسمه فحسب يعني لم يقل له يا محمد ليس في القرآن كله يا محمد هناك يا نوح وهناك يا إبراهيم وكل الأنبياء نودوا بهذا النداء الرسلم يا أيها النبي يعني ليس في القرآن يا محمد إلا كلاما عنه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول لكن ليس في خطاب يا محمد فيها أيها النبي تعظيما وتفخيما من الله عز وجل رسوله الكريم فهذا كله نلحظه في مقامات التشريف للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في آيات القرآن من المتحى الخف كذلك أن الله عز وجل في سورة الصافات لما ذكر كثيرا من الباطل الذي لا يصح مما قاله الناس من الأباطيل التي لا تصح في حقه سبحانه وتعالى وجعلوا بينه بين الجنة نسبا أو أنهم قالوا ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون وجعلوا بينه بين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون الله عز وجل في خواتيم هذا الكلام الباطل كله قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون يعني سبحان ربك سبحانه يعني تعالى رب محمد صلى الله عليه وسلم وتنزه رب محمد عن هذه الأباطيل فالنسبة كانت إليه وحده من بين خلقه جميعا سبحان ربك تعالى ربك وتنزه ربك عن هذه الأباطيل هذا كله متح لرسول الله لو تأملناه ونظرنا فيه هذا كله من المتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل من التشريف العظيم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن جعله يهدي هو في شخصه صلى الله عليه وسلم يهدي كما أنه يهدي بالقرآن الكريم ويهدي بذكر الله المتنزل عليه هو يهدي بكماله صلى الله عليه وسلم ويهدي بسماحته وبخلقه وبكل ما فيه صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِيَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءٍ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هذا القرآن يعني ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ثم قال الله عز وجل وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يعني كأن هذا كأنما هذه هداي مستقلة يهدي بالقرآن نعم ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ثم قال الله عز وجل وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فهو صلى الله عليه وسلم يهدي بخلقه ويهدي بسماحته ويهدي بكل ما فيه صلى الله عليه وسلم بل الله عز وجل يجعل أحيانا في القرآن النبي والرسالة كالشيء الواحد يعني النبي والقرآن كالشيء الواحد لا يفصل بينهما فاصل قال الله عز وجل فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا هذا القرآن يعني قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فنقرأ هذه الآية بهذا الاتصال وبهذا التتابع فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله فالذكر والرسول كشيء الواحد القرآن ومبلغ القرآن صلى الله عليه وسلم كالشيء الواحد والحق أنه صلى الله عليه وسلم كان قد تمثل القرآن وفي وصه أنه كان قرآنا يمشي بين الناس صلى الله عليه وسلم فهو والقرآن القرآن يهدي وهو صلى الله عليه وسلم يهدي كذلك ومن هنا ومن هنا بهذا المتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم المبثوث في القرآن في آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم بعضه متح ظاهر ويعلمه كل ناظر في القرآن وبعضه متح خفي قد يخفى على بعض الناس من هنا المادحون جميعا من لدن حسان مثابت رضي الله عنه وأرضاه وكل مادح لرسول الله من بعد المادحون كانوا يعلمون أنهم عندما يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لا يمدحونه في الحقيقة يعني إذا كان هو الممدوح من ربه سبحانه والذي هو في القرآن ممدوح والقرآن كله متح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا لشاعر أن يقول يعني هم يعلمون هذه الحقيقة أنهم لا يمدحونه في الحقيقة وإنما عبروا عن هذا عبروا عن أنهم عندما يمدحون رسول الله إنما يريدون مثلا أن يشرفوا كلامهم بذكره صلى الله عليه وسلم الرجل قال وَلَإِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِقَصِيضَةٍ فَلَقَدْ مَدَحْتُ قَصِيضَتِي بِمُحَمَّدٍ يعني هو شرف قصيدته بأن ذكر فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهم يرجون غفران الذنوب وتكفير الخطايا كما قال البصيري أم دائح لي فيك أم تسبيح لو لا كما غفر الذنوب مديح أو قوله بمدح المصطفى تحيى القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب وهكذا هم يرجون غفران الخطايا وغفران الذنوب أو أنهم يطمعون في تلك الشفاعة العظيمة التي لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم فالمستقر عندنا أنه يوم القيامة أنه صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة الكبرى كلهم يقول يوم القيامة نفسي نفسي إلا هو صلى الله عليه وسلم ينهض لهذه المهمة التي لا تكون إلا له يقول أنا لها ويسجد أمام العرض سجدة يحمد الله عز وجل فيها بمحامد يلقنها إياه ربه سبحانه ثم يقول له ربه سبحانه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع ولذلك المادحون قالوا هذا الكلام يعني شوقي قال لي في مديحك يا رسول عرائسه هذه القصائد يعني والقوافي لي في مديحك يا رسول عرائسه تُيِّمْنَ فِيكَ وَشَاقَهُنَّ جَلَاءُهُ هُنَّ الْحِسَانُ فَإِنْ قَبِلْتَ تَكَرُّمَ تَكَرُّمًا مِنْكَ وَفَضْلًا هُنَّ الْحِسَانُ هُنَّ طَلَبَ الشَّفَاعَةَ وَرَجَاءَ الشَّفَاعَةَ فالله نسأل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يشفع فينا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يجعل القرآن لنا نورا ورحمة وشفاءا وهدى وضياء هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة